في الجنوب اللبناني ينضم إلينا مباشرة أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية معه التفاصيل على الأرض بعد التحية لك أحمد يبدو أن جيش الاحتلال يوسع من عملياته في هذا التصعيد المستمر على أكثر من قرية وبلدة كما قلنا في تفاصيل هذا الخبر ترمى الجديد والحصيلة التي دائما طبعا هذه الحصيلة تزداد كل لحظة ما بين قتيل وجريح ومصاب لكن ماذا عن هذا التطور والمستحدث فيه وحصيلة الجرح والشهداء نعم بالفعل هناك تطورات كبيرة وسط جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية والعدوان البري على الأراضي اللبنانية ثلاث بلدات لبنانية تعرضت خلال الساعات القليلة الماضية إلى محاولات للتوغل البري منها بلدة بليدة هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني هذه البلدة التي ربما بسبب الضباب وبسبب الأحوال الجوية لا تظهر بشكل واضح على الشاشة الآن ولكن هذه البلدة التي نحاول الاقتراب منها هذه بلدة بليدة التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التسلل إليها برا قبل قرابة ثلاث ساعات من الآن حيث قام عدد أو قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التسلل وعبور السياج الحدودي بين الأراضي اللبنانية والأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وأثناء محاولة هذه القوة للتسلل برا وتحديدا نحو مرتفع كنعان اشتبك معهم عناصر المقاومة في لبنان بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر وأدى ذلك إلى سقوط عدد من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح علما بأن بلدة بليدة من أكثر البلدات التي تعرضت لمحاولات التقدم برا حيث يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على المرتفعات في هذه البلدة فيتقدم عبر المناطق السهلية والمناطق الشجرية كما يظهر على الشاشة الآن نحو هذه المرتفعات وبمجرد اقترابه للوصول إلى هذه المرتفعات تكون هناك اما اشتباكات مباشرة كما حدث قبل قليل أو أيضا قزائف مدفعية وأسلحة ورشقات صاروخية أو أسلحة أو تفخيخ لبعض الطرق التي يسير فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مما يؤدي إلى سقوط عدد من جنود جيش الاحتلال بين قتيل وجريح وبهذه الطريقة أفشلت كافة المحاولات التي استهدفت بلدة بليدة تحديدا على مدار الأيام القليلة الماضية كانت هناك ربما الساحة الأبرز على مدار الساعات الماضية في المواجهات البرية كانت في إحدى المناطق في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتحديدا بلدة رميا بلدة رميا منذ الثالثة من صباح اليوم وتشهد اشتباكات عنيفة جدا بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني هذه الاشتباكات أصفرت حتى الآن عن تفجير سلاس دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قنابلة مفخخة بالإضافة أيضا إلى استهداف آلية عسكرية مضرعة تابعة لجيش الاحتلال مما أدى إلى سقوط تقامها بين قتيل وجريح كانت هناك أيضا اشتباكات ربما لا تزال هذه الاشتباكات مستمرة بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمرور في هذه البلدة والدخول لمسافة وصلت إلى 500 متر ثم دارت الاشتباكات في محاولة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى المرتفعات في بلدة راميا ولكن حتى الآن لم ينجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى هذه المرتفعات التي يظن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بالسيطرة على هذه المرتفعات يمكنه كشف هذه المناطق كما ترى لأنها عبارة عن أودية وسهول وجبال فبالتالي المرتفعات في هذه المناطق هي مرتفعات استراتيجية ربما تمكن جيش الاحتلال في حال الوصول إليها إلى كشف هذه المناطق إسمح لي أحمد هل الدخان الظاهر خلفك في هذه البلدة هل هو من أثار هذه الغارات المكثفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أم ماذا نعم بالفعل هي من أثار الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة والقصف المدفعي العنيف الذي استهدف هذه المناطق وحينما يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للدخول برا إلى الأراضي اللبنانية وتحديدا على سبيل المثال في بلدة بليدة فإنه لا يستهدف هذه البلدة فقط ولكنه يستهدف كافة البلدات في محيط هذه المنطقة على سبيل المثال في رميا كانت هناك استهدافات كثيرة وعديدة لعدد من البلدات في محيط بلدة رميا وربما كشف حزب الله قبل قليل في بيان له أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ تتضمن قنابل عنقودية تستخدم لأول مرة في هذه البلدات هذه القنابل المحرمة دوليا واستهدفها تحديدا في استهداف بلدة حنين والطيري هذه البلاد هي الموجودة في محيط القطاع أو في قطاع الأوسط للجنوب اللبناني وفي محيط بلدة رميا التي سعى جيش الاحتلال الإسرائيلي للتواغل فيها برا كما دخلت قوة إسرائيلية وقامت بهدم عدد من المنازل الموجودة على الحدود بشكل مباشر وذلك في إطار التمهيد لهذا العدوان البري الواسع على بلدة رميا في هذه الأثناء حيث تدور الاشتباكات أيضا في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني هناك بلدة مارون الراس التي كانت هناك قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم فيها برا وتم استهدافها أيضا بعملية نوعية نفزها حزب الله من الجنوب اللبناني حيث بلغ إجمال عدد العمليات التي نفزها حزب الله من الجنوب حتى الآن 14 عملية في وطيرة مرتفعة جدا للعمليات حتى الواحدة ظهرا من بين هذه العمليات كان هناك استهداف لموقع زبدين العسكري الإسرائيلي الذي يظهر خلفي على الشاشة الآن هذا الموقع هو متاخم للحدود أو للقطاع الشرقي للجنوب اللبناني ومن هذا الموقع كانت هناك الكثير من القذائف التي أطلقت من موقع زبدين باتجاه بلدات شبعة وكفرشوبة في هذا القطاع وفي هذه النقطة التي نقف فيها الآن علما بأن هذه النقطة في خلف هذه الجبال التي تظهر هناك مناطق الجولان السوري المحتل التي استهدفها أيضا حزب الله برشقات صاروخية كبيرة على مدار يوم أمس ربما التطور النوعي أيضا في عمليات حزب الله من الجنوب اللبناني أنه استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا يستهدف لأول مرة منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني وهو موقع أو قاعدة عسكرية في جنوب حيفا وهي قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا تم استهدف هذه القاعدة برشقة صاروخية نوعية وهناك كسافة كبيرة من استخدام الصواريخ النوعية على مدار اليوم وعلى مدار يوم أمس ربما نسمع في هذه الأسناء تحليق كسيف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء هذه البقعة الساخنة التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل منها برا إلى الأراضي اللبنانية وفي هذه الأسناء أيضا دخل الطيران الحربي الإسرائيلي أجواء الجنوب اللبناني وتحديدا أجواء القطاع الشرقي ربما هذه الطائرات الحربية قد تكون في محاولة لتنفيذ سلسلة من العمليات ليتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من سحب جنوده وضباطه الذين استهدفوا في عملية بليدا وأحباط محاولة التوغل البري في منطقة بليدا فبالتالي الجبهة الجنوبية اللبنانية وتحديدا العملية البرية ومحاولة اقتحام الأراضي اللبنانية برا هي منطقة مشتعلة ومتصاعدة خلال هذه الأسناء بسبب إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى هذه التلال والمرتفعات سواء في بليدا أو أيضا في مناطق القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وتحديدا في منطقة مارون الراس أو منطقة رميا في القطاع الأوسط علمت بأن الاشتباكات لا تزال دائرة حتى الآن في منطقة رميا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني إذن تفاصيل واضحة في هذه المنطقة الساخين المتوجد فيها وخلفك كاملان أرسنة الدخان المتصاعدة إلى الآن كما قلت أحمد انتيجة لاستمرار الاستدافات والطيران الحربي على هذه المناطق أو هذه البلدات وهذه القرى بالضرورة سوف نكون معك في جديد ما يحدث لكن أشكرك الآن في الجنوب اللبناني أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية شكرا لك أحمد